ليه قلت لي محبيت العنوان؟ بمنتهى الصراحة ما بحبش يعني اولا انا كنت بقرأ الاسم غلط بقلي فترة طويلة جدا كنت بقرأ في الاسم اللي قولي قطعوا اه 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 اطعوا رجالة او قطعوا رجالة ما كنتش عارفة خالص اسم البروجرام لغاية ما عارفت اكشي مبارح ان اسمه قطعوا الرجالة قطعوا الرجالة الكلمة دي تقيلة قوي علي مبدئين عمري ما قلت قطعوا دي يعني شو هي جديدة بس عارفة انه قطعوا الرجالة يعني تزف الرجالة او بلاها الرجالة فانا دايما ما بحبش فكرة التعميم بالزبط يعني زي ما فيه رجالة قطعوا فعلا فيه رجالة اكيد لزاز جدا وفاري نايس وشارمينج وفيه رجالة احنا اينا لان الراجل في النهاية هو هو ابويا هو اخويا هو ابني هو حبيبي هو جوزي اللي اخترت ان انا اتجوزه فمقدرش عمي ما اقول كده واللي اندمت بعد فترة ان اتجوزه لا لا عمري ما اندمت انا جوزت مرتين بس عمري ما اندمت معي لهذا هيدا الموضوع رح يكون قلو تفاصيل مهمة بحلقتنا بس هلأ بيتعرف عليك اكتر نحنا منشوفها المرأة الجميلة المثقفة اللي بتطل على الناس بيروقي سبتسمحي لي كمان قولة بينوز دا وشايد من داخلك من جواتك توصف نفسك ازاي كست ده سؤال صعب جدا كست انا ست بشوف نفسي حد حنين قوي نقطة ضعفة اكشي الحنية يعني لو لقيت مثلا راجل اكتر حاجة بتشديني في طريقته وحنييته احب قوي راجل الحنين وبحس ان دي بقت حاجة صعبة نكتلاقيها دلوقتي هتستغربي لو قلتلك اني ما بحبش البني ادمين لا الرجالة ولا الستات اللي يقول لك ده راجل قوي قوي لو انا جامد قوي ما فيش حاجة تأثر فيا وما بعيطش وما بتأثرش انا احب هذا الناس او احب هذا الناس لاثنين لاثنين لان في النهاية انتي بني ادمة يعني لازم تتأثري زي ما انتي يومك كله بتتحكي وبتتعصبي وبتتعياتي وبكل حاجة برضو انتي كبني ادمة كده فيك انك تتأثري وانك تحبي وانك تضعفي وتتعياتي وتتبقي قوية وانك عندك نوقة ضع يعني انتي بني ادمة ربنا خلقنا بني ادمين فانا بالنسبالي بحب يعني يومك اوصفيني سوال صعب طبعا جدا ما عرفش اعتقد ان الاخر ممكن يوصفني اكتر بس انا بحس ان انا متسرعة ودا عيب طبعا مش صح حاول الاهدة متسرعة باتخاذ القرارات يعني اه جدا اكشي دلواتي هديت شوي زمان شائية جدا متسرعة جدا اه محكم بسرعة اليوم 6 اهدا انجي شو الاهم بالنسبة لليك الجمال ام الثقة بالنفس لا الثقة الثقة بالنفس بتخليك حلوة بس لو واحدة جميلة وعندها الثقة في نفسها هتبقى بحتانة جدا وبعد شوية حلوتها هتزهقي منها لان الحلوة على فكرة ده شيء نسبي برضو يعني ممكن حد يشوفك حلوة ممكن حد تاني يشوفك مش حلوة ممكن حد تاني يشوفك نص نص فهو كل واحد بيشوف بعينه وخصوصا لما حد بيشوفك بعين مختلفة تماما فانا بشوف ان الجمال نسبي فيه ناس بتحب البلونت فيه ناس بتحب برونات فيه ناس بتحب يعني الازواق نسبي كنتسا بتكلم مع مامي اكشين برح في الموضوع ده بقول لها انا بحب البرونات جدا محبش البلونت خالص رجالة وستات بتقولي غريبة انا بحب السمر متل ما بتقول الجمال نسبي ومعكي حق ثقة بالنفس او ثقة بالزيت بتخلينا بتزيدك حلاوة بتزيدك جميل الثقة بالنفس بتخلينا نقول احنا مش فارق معانا كلام الناس اللي احنا عوزينه نعمله صحيح؟ لا لا طيب باحد اللقاءات تلبستي شورت انا طبعا ونتهدت عليك الدنيا كلها الدنيا كلها علي انتي عملتي علي شورتي من خلال لقاء لقاء اجريتي حوال تلفزيوني دا كان لبسته اكش مرتين مورده انا ببطلش دفع غالي في اي 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 مشكلة انا بس يا رغدا انا دولابي هو هو اللي انا بلبسه يعني لبسي هو اللي بلبسه في برامجي في بيتي ولكن انا مؤمنة جدا انه لكل ما قام المقال اوك انا لبستي شورته مرتين مرة كنت في دبي بعمل لقاء مع الناقد السلماء الكبير دلينا اشوفت السورة لو سمحتو اي اي كان مع الناقد الكبير طارق الشناوي في دبي وكان مرة تانية كان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والشورت اللي كنت لابسه كان بدلة اكتشلي اوك بدلة مقفولة جدا والشورت مكانش زي ما الصحفيين كتبوا كتبوا هات شورت يعني اروح مهرجان بوا هات شورت يعني اي اي يعني اكيد انا واحدة مزيعة بقالي اكتر من 18 او 19 سنة في الشغلانة دي ودل ما نحكي عنه لا ده بقى حاجة تعني ده كنت اف كادر ده كان في مهرجان مراكش مم وحنا انا كنت اف كادر خالص اه كنت اف كادر خالص لان حتى الزاوية مش مش هي دي دي اكتش دي ثالث مره بالشورت بدي قلي انا عم فاكري كلا اصر عم يتلعنا صوت يعني دي كانت اف كادر خالص اوكي دي اف كادر بس المرتين اللي زهرت بيهم بالفعل بشورت كان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كنت لابسه بدلة بدلة تكسيدوا ليه من الجنب فيها ستتام بتاعها ومتقفل خالص وما كانش في اكتش يعني لو كنت لابسه سكيرت كان ممكن يكون اقصر وكانت وقتها مصر بتمر بظروف صعبة جدا المهرجان ده يقام اه فما تخيلتش قد ايه الناس كانت هتعمل رد تصع لا سطحيين اوي ان هما سابوا ان المهرجان اتعمل والشغل الكبير اللي معمول ومركزين في انجي عالي لابسة ايه اولا انا رجلي يعني ما كانش فيه حتة فيها تختش الحياة اوكي وكان المهرجان مقام في وقت صعب جدا وزي ما قلت انا موزيعة قديمة جدا محدش النهاردة هيقلي قلبس ايه وملبيش ايه لان انا عارفة كل حاجة بلبسها فين فلو هما ما كانوش فاهمين الفاشن دي ممكن بس السؤال يعني او زبدة الموضوع اللي بده قصاله انت مش فرقة عندك شو الاحكام شو الاحكام المسبقة الناس هتقول ايه وانتي خاصة وجه بيطلع التليفزيون تدخلي عليك البيت يعني بتعرفي اصول وقواعد اللعبة وتفاصيلها وانا بيتي التليفزيون المصري يعني ايه يعني ايه الاصل يعني الاصعب اوكي وفي البداية طبعا اولا ما روحت كان فيه حاجة كثيرة جدا ما كنتش فهمها وبعد كده فهمتها يعني مثلا من دمن الحاجات مثلا كنت مستضيفة يوري مرقدي من بيروت وهما ما بيخشوا بيبوسوا تلت بوسات اوكي صح طبيعي جدا يعني عادي اوكي فكانت مشكلة اوكي رغم ان انا بعد كده وحلت عالتحقيق ما هيك اوه طبعا تحقيقات كثيرة جدا بس النهاردة في النهاية يعني فيه حاجات اهم واكتر النهاردة لما تضيف يبقى جاي وبيسلم عليك بالحفق يعني بالطريقة دي يعني انا افتكر جدا الاستاذة سناء منصور الجميلة اللي هي استاستي في مهرجان القاهرة لما كان موجود مهرجان القاهرة دخلوا بسها لان دي سقافتهم دي طريقتهم واحنا ما بنختش الحياة يعني انا ما عملتش حاجة يعني ختشت بيها الحياة فانا النهاردة عارفة ايه المسموح وايه الممنوع انت بتحط ممنوعاتك لنفسي لنفسي فهم بالنسبة لهم هي لابسة شارت هما بيع مش قادرين يقتنع ان الشارت ده ممكن يكون اطول من السكيرت ان الشارت ده في بدلة ان انت اشتركوا في القناة